عالم مسلم وضع قواعد الهندسة والجبر والجوانب التطبيقية في علم الحساب هل تعرف من يكون؟ إنه العالم الكبير المعروف بابن البناء المراكشي ويذكر بأنه ولد بمدينة مراكش بالمغرب سنة 1256 ميلادية هذا العالم الكبير قام ببحوث مستفيدة عن الكسور ووضع قواعد لجمع مربعات الأعداد ومكعباتها وقاعدة الخطأين لحل معادلات الدرجة الأولى ترك لنا ابن البناء العديد من المؤلفات الذي فق عددها الثمانين مؤلفا أكثرها في علم الحساب والرياضيات والهندسة والجبر والفلك ضع أغلبها ولم يبقى إلى القليل منها